أنت الحياة هتبقى رايحة للـ 27 محافظة؟ إن شاء الله يا فاندي إحنا بنقنا بالفيوم بالفيوم احكي لي حدودت أنت الحياة في الفيوم طبعا يا فاندي كانت بداية الفكرة أن احنا نطلق فعالية تنموية موسعة هدفها التوعية والتثقيف أطلقنا المبادرة وسميناها بزداد أنت الحياة علشان خاطر نشعر المواطن أن حياة كريمة مش مجرد بنية تحتية لا احنا اهتمامنا بالمواطن نفسه نشعره أن احنا معك على الأرض وأن اهتمامنا بك هو اللي هو محور بناء الإنسان حيث لا نهاية ولا أنت انتهي حياة كريمة لما ابتدينا أن احنا نشتغل على الخطة التنفيذية لأنت الحياة اهتمينا جدا أن احنا نجمع أكبر عدد من الجهات علشان خاطر نوري الناس وكافة المهتمين أهمية روح التعاون لأن من أهم أسباب نجاح حياة كريمة هي توحيد الجهود التنموية اللي كان من أثرها إظهار النجاح العظيم للمشروع ده حتى الآن ونتمنى في استمرار نجاحه فمع انتهاء المرحلة الأولى وبداية وقرب انتهاء المرحلة الثانية حبينا أن احنا نشعر المواطن احنا ما مش نشعر هنفضل نكمل معك لحد ما نوصل بالمواطن أنه يكون قادر بذاته على تحقيق الحياة الكريمة نفسه ترجمة نانسي قنقر